كل الشكر للزملاء في الاعداد وفي الاخراج على التقرير والمجهود الرائع يعني جمعونا كده المركاته في تقرير مميز وكمان حابب بارك لمنطقة الاسكندرية على المقاوية ان شاء الله شوفنا نجوم يعني عظماء قدوا في النادي اللي اسماعي قدوا في اندية الاسكندرية اندية الاسكندرية مميزة اندية كبيرة بداية سواء حتى كان لها تاريخ الترام سواء كان بنتكلم على اندية موجودة في الدورة دلوقتي للتحاد والأولمبي اكتر من نادي يعني كان لها باع في الدورة نتمنى ان نشوفها تاني الاندية دي طبعا ممثلين اسكندرية دلوقتي كلين عارفين سموحها والاتحاد كابتن عبدالجليل شاف المركاته السنة دي يعني ما كانش هو ايه في صراع صفقة معينة مميزة وده بيتصار عليها ولا حاجة يعني كل واحد في صفقاته ومركز فيها يعني السؤال هل فعلا ممكن شكل الدور السنة الجاي يتغير ونشوف فرق يعني ترتيبها يتأخر بالنسبة للصفقات دي وخاصة اندية القمة طبعا الاهلي في سكة تانية بيرمز متكلم على الزمالك بتكلم على الاندية اللي دعمت زي البنك الاهلي فيوتشار الاندية اللي هي يعني دعمت لنا للمنافسة على الدورة لا هو برضو هيفضل الحال زي ما هو بالاهلي فارق اللي هي يخش معاه سنة السنة دي وحقه والسكواد اللي هو عمله جامد قوي جدا وبيرمز يعني هيقرب شوية بالاهلي الزمالك هيبقى الحال كما هو عليه وعلى أوسيريو انه هو يفصل القماشة الزغيرة طبعا نقولك أوسيريو يعني لأسف ضاع حلم إبراهيم وفيتش ويعني ما فيش التلات لعبة اللي كان بيبحث عنهم وفي الغالب انه هو تم التواصل معاه وتقال له خلاص يعني الموسم ده صعب ان احنا نحقق اي صدقة وحاول تتعامل مع القماشة اللي عندك باللعبة والرجل ابدى تفاهمه الرجل بالاخر يعني ابض وتراسته وتمام التمام قال لهم خلاص يا جماعة بدأ ان انا ايه انا يعني دفت جيبي بعد كده ان شاء الله همزك كده مع المجموعة اللي معايا وهقدر ان شاء الله اعمل بمشغل على بركة الله لو ما عرفناش مشكلة في القيد وما تحلتش نبقى ندعم في هناك دعية في الغالب مش هتتحل انا نقول لحناك هو نفسه خلاص يعني قدت دول اخضر خلاص يعني يعني هو الزمالك برضو مش عايز يغير أوسيريو يجيب واحد مصري هو ده المفروض لان ان انت القماش خلاص انت مش هتحق ليه ما هو الراجل برضو مش هتحق بطوله يعني الراجل ظهر ليه يعني بصمة والناس قالتوا اللعبة حباه هو ممكن يعمل حاجة انا بصمة لا يعني فيه في بعض ماتشات كان فيه تحركات لعيبة انت في ماتشات كنت بتنتقده جامد وبتقول لك كتنا ما فيش وكتنا وماتشات تاني كنت بتقول لك كويس حبيبي ماشي كويس على اللي هنا ما انا بقول لك انا قلتلك الزمالك هابد قوي الزمالك برضو هيخش المرب و هيبقى تاليب يعني انت الافضل شايف ان اثوره نفسه يمشي يعني انت دلوقتي بتبني نادي جديد و شرط الجزائق تاعة كله مدرب اجر نا خلاص هو هيكمل كده كده و يحاول ولكن ما يطلبوش منه ان هو ياخد دوري افريقيا الكلام ده كله ان اصلا هو يقال لهم انا هلعب على قد يعني هخش المربع تالت بقى تاني هيحاول الرابع اللي هيخش ما بين اربع فرق كتن في الدور ما بين البنك طب بس استنى انا عاوز اتكلم عن الزمالك انا خلي بالي حضرك حاجة خريطة برضو كابتن الملعب بتختلف الزمالك كان انهى السنة الفاتت في واخد الدور السنة قبل الفاتت وبدأ بداية قوي وحد الجولة العشرة ادينت قلبة الموازين تماما و نادي الاهلي كانت الناس بتهاجم جهاز المجلس الادارة و فين الصفقات و فين و فين ادر النادي الاهلي مع المدير الفن بتاعه يطور مستوى نفسه قبل كده لما ترجع شوية للزمالك مع فريرة عمل كده مع الاماشة اللي موجودة ليه ما نتفقلش انه هو ممكن يتكرر مع بعض عناصر لو انت بدأت تتكلم بالاسم على مجموعة عناصر الزمالك هتلقى مجموعة ممكن لو رجعوا مستوهم او اتطوروا مستوهم انه هو ممكن للزمالك بفرجة ولا ده شايفه صعب لا مش صعب بس لازم استقرار النادي اللي بقى في الاهلي على حاله تاني ايه ان النادي اسمه استقر وفي منظومه اللي خلى فريرة ياخد باللعيبة اللي ممن غير تقييد وكده كان فيه ساعتها الدنيا استقرار وفلوسه كانت الدنيا حلوة انت فاهمني دلوقتي نادل الزمالك عشان يوقف على حاله لازم استقرار جوا النادي اللعيب لما يلعب ويعرف مين رئيسه ومين لجنته ومين ياخد اكلم مين عشان النهاردة اجا ايه كسر البتاع عشان ما خدش فلوسه ده قولك خد فلوس لعزب السنة بتاع السنة الجاية بص انا طبعا دي انا مش لان اجاية انا ما سمعتش في نادل ايه اللي نعملها خلينا دلوقتي زيزو الافضل انه يستمر ولا يرحل لا يرحل فين لا لا يرحل فين لا 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 الناس بتقولك طب انه هنحل الازمة المادية وزيزو ممكن يمشي ليه هيتبع بمليار جنيه على اساس انه هو برضك اللي هو يتفك القيد بعد اللعبة فتوح يتجدد له طب انت بيعت وفكتت هتجيب مين انا بقولك انت مع الرحيل يزيزو ولا استمراره لا استمراره لان ما منفعش منفعش طب ماشيت وفكت ازمة قيد ودفعت محتاج لعيب اه هتجيب لعيبة منين انت اصلا ما معاكش فلوس وهتجيب منين ازيزو وتبنى عليه بعد كده خلاص ده الدولي كمان خمس اول يوم هتجيب منين صح فانا بقولك على الوضع كده على اوسيريو انه هو يفصل القماشة اللي معاه بس ما يطلبوش منه حاجة بقيت الفرق القماشة اللي معادي ممكن تتوقع لها توصل لقيا كابتنا بجيزو اه تالت تاني ده عمل تاني ودخل اه قرب من الاهلي اوي ونفس معه شوية للاخر يبدأ انجاز لاؤسيريو واللعيبة هل يبدأ زي منها لا اه طبعا 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 ناد الاهلي في بداياته كمان ومعسكر وتركيزه وجاء بداية هتبقى ماتش السوبر يعني هيبدأ بالطولة عبرفع عليك وهو دايما ناد الاهلي هل بالك يعني الرجل داخل على كولر داخل على مانويل جوزيه طموحاته احلامه مع ناد الاه دايما خلاص هو نسينا مانويل جوزيه برضو يعني ايه ده الدرية دي؟ يعني كولر نسى ناس مانويل جوزيه صعبة شوية كابتن؟ مش صعبة لا ليه صعبة ليه بالعكس جوزيه كان لعب معاه فرقتين كولر معه خمستاشر ستاشر لعيب كولر بلعب من غير فره ده كابتن فدي تتحسيب له يعني كمان انتشاف كولر عمل في ظروف اصعب من جوزيه جوزيه لم فرقت عمل زي هيدوكوتي في السبعينات لم كل لعبة مصر جوزيه جابوله لعبة مصر كلها مش المصر بس الإسماعيلي فكل اللي هو كان عايزه في مكان جابه